حتى هذه اللحظة التعامل مع ملف مقتل باسكال سليمين يتم بطريقة دقيقة وجدية هذا ما يؤكده المعنيون من العاشرة إلى الثلث حتى ثانية من بعد ظهر الثلاثاء دام استجواب متهمين موقفين ميم خاء وباء دال من القاد أولى منصور بحضور محامي سليمين بينما استمهل المتهم الثالث وهو المدعو خاء غين من منصور طالبا تأجيل استجوابه إلى حين وجود محامه معه هؤلاء الثلاثة هم من أصل الستة موقفين وهم جميعهم من التابعية السورية وبينما ستحدث جلسة أخرى للاستماع إليهم وهم ألف ميم نون سين وهي زوجة أحد الموقفين وجيم جيم يبقى الخمسة الآخرون متوارين عن الأنظار ثلاثة منهم كان سوريبا سابقا اتضاع حلقتهم بهذه الجريمة ونتحدثون عن رأس العصابة اللبنانية الجنسية من عائلة نون مساعده وشقيق مساعده السوريين وهؤلاء لا يزالون في سوريا ويكون بذلك وصل عدد المتهمين إلى 11 القاضي منصور سطر بعد جلسة تحقيق الأولى مذكرات توقيف غيابية بحق الفارين بتهم الخط في السرقة والقتل بعدما كانت استخبارات الجيش طالبت السلطات السورية سابقا بتسليمهم إلى لبنان ولكن ذلك لم يحصل المعلومات المتوافرة في يد القضاء اللبناني حتى هذه اللحظة تساهم بنسبة عالية في استنتجات أولية عما إذا كانت الجريمة عبارة عن سرقة صادفت أن وقع ضحيتها سليمان أم استهداف لشخصه مغطى بعمليات سرقة لكن من المبكر استنتاج الخلاصات الكاملة لطالما الرأس المدبر غير مسلم بعد وكون التحقيق لا يزال في أول فصوله ترجمة نانسي قنقر